تحياتي مباراة كبيرة مجنونة 3-3 بين ريال مدريد ومانشستر سيتي أهداف بتيجي بالجملة ثم بتوقفوا قمة مهمة للغاية ما حسمت شيء أجلت كل شيء للقاء الإيام المباراة بلشت بخبر صادم لمانشستر سيتي كيفين دي برويل مش قادر يبدأ اللقاء وحسب جوارديولا وحسب التقرير الإعلامية عانى من مشاكل في المعدة في المقابل ريال مدريد بدأ بتشكيله متوقعة تماما وتم تفضيل تشواميني على ناتشو نتيجة قدرته الأفضل بالصعود بالكرة وأيضا تفوقه بالكرات الهوائية واللي راح تكون محتاجها كثير لما تلعب ضد مهاجم مثل هالند في حين جوارديولا أخذ قرار سريع كوبازيتش بيدال ريبروين بيلعب بجاني برويدري وبرناردوس اللي حيكون صانع اللعب فودين يمين إقراليش يسار وكل عادي لما نحكي عن مباراة كبيرة بنحكي عنها كشوطين شوط أول وشوط ثاني عشان ما نظلم بعض التفاصيل بدأ اللقاء والخمسة وتلاثين ثانية الأولى قالت لنا فيه جنون حيصير اليوم لأنه في أول عشر خمسة عشر ثانية كان جونيور بينطلق نحو منطقة الجزاء وكنا نشعر أنه ممكن يأخذ ركل الجزاء إلا لحظة لكن مباشرة بأول ارتداد للسيتي خطأ بيرتكبت شوابيني بتلقى بطاقة صفرة بتحرمه من لقاء الإياب قرار مؤثر بأول ثواني وهدف بسبب لونين من ركلة حرة مباشرة نفدها برناردو سلفا تمركز خاطئ ربما قلة خبرة أو حتى عدم اقتناع اللي ممكن يسددها بشكل مباشر وهون كان الهدف الأول اللي المفروض كان يخلي المباراة أسهل على الستي وهيك هدف مبكر بهذه الطريقة بهذه الاسلوب يعني دائما بيكون الاختبار الفيه الآن للمدربين مش تكتيكي ذهني وحتى المدربين ما إلهم علاقة اللاعبين اللي إلهم علاقة بهيك لحظات هل حيقدروا يتوازنوا المدريديين ويرجعوا؟ جاءت الظروف وساعدتهم بصرح لونين بيتصدى لك كورا الهيلند فهو بيكسب الثقة بيرجع على المباراة أنا موجود أنا ما زلت حارس ممتاز بغض نظر عن الخطأ وبعدها كان في تمريرة من فالبردي لجونيور وكان في فرصة حقية لو نتدخل دفاع الستي يعني خمس دقائق بعد الهدف الريال شعر حارسه مستقر هجومه قال يوصل فرجلية ثبته على أرض أنه لسه الأمور تمام وفعلا في الدقيقة 12 هدية من دفاع الستي تزديد كما فينا بتضرب فيهم بتروح في المرمى هدف التعادل عشر المباراة تبدأ من جديد بهذه اللحظة هذه المباراة الجديدة خلت الريال مدريد يادر يركز بشكل أفضل كيف يستفيد من نقاط ضعف الستي وهي نقطة ضعف موجودة من بداية الموسم خط دفاعه بطيء ما رغم ذلك يتقدم إلى الأمام كثير فيسهل الارتداد عليه فجاءت مرتدة رودريغو والهدف الثاني وهون مثال آخر بنفهم فيه أنه ريال مدريد في أوروبا بعاقب كثير وفي وقت قصير وهذا أصعب شي بتواجهه فيه بعد الهدف الثاني كان المفروض نشوف أكثر عيوب دفاع الستي لكن ما شعرنا فيها خلال الشوط الأول يعني الستي دائما عنده مساحة بين قلب دفاعه وظهيره ودائما عنده مساحة بظاهر بدافعي ليش ما شعرنا فيهم؟ لأنه أول شيء الستي لجي أنه يخفف الرتم قد ما يقدر عشان تقل المخاطرة وخسارة الكرة كان واضح جدا وكان مراهن أنه الريال بعد ما تقدم ما حيكون مستعجل بافتكاك الكرة هذا أول شيء ثاني شيء الستي أعاد فعليا تمركز خط دفاعه للخلف قليلا صاروا على مشارف الثرث الأول بتراجع واضح بعد ما كانوا يتمركزوا تقريبا بنصف الثرث الثاني إضافة إلى أنه الريال كان يراهن كثير بالمرتدات على الناحية الفردية المطلقة زي هدف رودريغو لكن هذه الناحية الفردية المطلقة ممكن تثبت مرة وصعب تتكرر دائما بكرت القدم زي ما بنعرف ربما كانت لازم يكون في فكرة زيادة في المرتدات عشان الريال يقدر يقتل الستي في الشوط الأول أيضا خلال الشوط الأول شوفنا سيتي بركز كثير على غريليش باليسار نصف ساعة تقريبا ثم نقل اللعب لفودين في آخر ربع ساعة وكأنه الموضوع منسق وليس صدفة في المقابل كان الريال مدريد فكرته واضحة من أول دقيقة وأي فريق بلعب ضد جوارديو ولا بيلعب هيك حتصير في مساحة هذه المساحة لازم يهاجمها لاعب وهذا اللاعب لازم ينطلق بالكرة وياخذ قرار إما يسدد أو يكمل في الانطلاقة فشوفنا في المردي دائما بيشغل المساحة على الجهة اليمنى رودريغو على الجهة اليسرى وجوجل بيحاول يضرب بمساحات العمق كانوا موزعين الدور بينهم ويستنوا كويس أيضا بعد نصف ساعة من اللقاء الاثنين شعروا أنه الرتم هذا كثير جنون وفيه انتحار بدني هديوا ووافقوا الاثنين يهدوا لمستوى شوفنا لونين يعني بآخر خمس دقائق من الشوط الأول زي اللي بدوا يخلي الكرة على الأرض ويمشي الوقت الاثنين فهموا أنه التصفيت لحسابات حتكون أكثر من الشوط الثاني وما في داعي للإستعجال والتضحية البدنية فشوفنا فعليا الضغط العالي يخف كثير من الطرفين تقريبا في النصف الثاني من الشوط الأول واللي أجبر الستي رغم تأخره بالنتيجة يدخل في هذا السيناريو إنه ريال مدنيت كان واقف كثير كويس كما فينجا مانع أي تمرير عمولية تروح لهالند أيضا رودغير بلعب طريقة جريبة عليه دائما وعم بتفوق عليه بشكل ممتاز وقفة فالبيردي كروس دائما بتمنع تحريك الكرة يمين يسار وعودة رودريجو جونيور كان فيها تضحية كبيرة تزيد الكثافة العرضية لللاعبين فتمنع لعيبة الستي يقدروا يحركوا الكرة بشان يتقدموا للأمام فعشان هيك شفنا كثير تمريمات من لعيبة الستي للخلف في حين الريال كان اللي نقصه بالشوط الأول إنه يستحوذ أكثر على الكرة لأنه عنده فرصة أحسن يستحوذ على الكرة ولما نحكي دفاع الستي ضعيف كل ما وقفت على الكرة أكثر بتصير مشاكل أكثر عندهم فشو صار في الشوط الثاني بداية الشوط الثاني ظهر فيها رغبة واضحة من مانشستر سيتي بالاستحواذ لكن ظهر فيها أيضا عدم ارتياح كامل في اللعب تم يرات كثير خطأ والملعب كان كأنه لريال مدريد في الحالة الدفاعية والحالة الهجومية فكان فيه موقفين في الدقائق الأولى قطرين للغاية لبيلينجهام وجونيور وممكن ألخص الربع ساعة الأولى في الشوط الثاني بإنه مانشستر سيتي لعب بدون أي مساحات حقيقية بقدر يلعب فيها ويكون فعال في حين ريال مدريد كان مرتاح تماما في الدفاع عارف شو بيعمل وفي الهجوم مستقره أموره تمام وكانت الظروف تمدوا مثالية في هاي الربع ساعة إنه الريال يحسب اللقاء لمستوى إنه شفنا أحد أهم لاعبي مانشستر سيتي رودري سيتي كانوا عم بعانوا في موقف واحد لواحد يعني كان يتعبوا كثير عشان يقلقوا هذا الموقف واحد لواحد ولما يخلق بفوز لاعب الريال كارفاخال مع جريلش كان عم بتفوق مندي بتفوق مع فودين وكذلك كروس في المواجهات اللي شفناها مع برناردو سيلفا فكانت تبدو الظروف خلينا نحكي من بعد هدف التعادل تبع كما فينجا للدقيقة ستين ظروف مؤاتية لحسم الأمور بس بيبي جوارديورا عمل تبديل بسيط بدون ما يبدأ اللاعبين ودى فودين بالعمق وثبته ودى برناردو سيلفا يلعب كأنه جناح أيمن ومن هناك كان فيه فعلا انقلاب في اللقاء الفكرة كانت عند جوارديورا انه برناردو سيلفا بيعرف يلعب جناح أيمن أيضا وعنده أفكار مختلفة عن فودين فربما بيجي بحل وأيضا فودين بالعمق هو لاعب أفضل في المساحة الزيقة في مسألة الحس التهديفي والقدرة بالبحث عن المرمى وفعلا اللي حصل انهم الاثنين اندمجوا مع بعض وسجلوا التعادل لأنه برناردو سيلفا وسع رقعة اللاعب أكثر مما بيعمل بفودين فسحب معاه مندي وكروس مرر الكرة لستونز مستونز لفودين فودين هنا بنعرف أنه عنده الحس القاتل تزديد صاروخية هدف التعادل هدف أعتقد فيه رحضتها كل مدريد يندم على فترات التقدم وفترات الاستعجال أمام المرمى أو بالقرب منه وهذا الشيء أثر على عيبة مدريد أصلا كمان لأنه نشوف لهم بعد اثنين اثنين اندفعوا بشكل فيه تسرع شوي أصبح فيه نوع حتى تدخلات فيها نوع من المخاشنة أو المغامرة بالمخاشنة الزايدة وأصبح فيه مساحة للعيبة سيتي يحركوا الكرة بيدوء ومن هذه التحركات شفنا فقدان تركيز للمدريديين بتروح لكفارديول بتروح منه الكرة بعيدة ما فيه ضغط ما فيه تركيز الهدف الثالث فكانت مثال لرحظات فقدان التركيز الممكن تكون قاتلة في أوروبا وكانت بنحسل حظي كفارديول اللي سجل اليوم أول هدف إله بقاميس مانشستر سيتي أنشلوت الدخل عمل تبديلات هدفها الحقيقي الحيوية ومش تبديل تكتيكي لأنه دياز بدل رودريغو بدهم يلعبوا بنفس الدور مودريتش بدل كروس بدهم يلعبوا أيضا تقريبا بنفس الدور مع مرور للوقت شفنا ريال مدريد بسجل هدف من كرة جماعية جميلة مودريتش جونيور فالفردي هدف بطريقة السقر فالفردي هدف رائع هدف التعادل هدف بيخليني أرجع أقول أنه الفردية المبالغ فيها اللي لعب فيها ريال مدريد في الهجوم بلحظات التفوق كانت سبب بعدم انتصار اليوم لأنه صحيح كانوا ينطلقوا جونيور ورودريغو بيلينجهام بس بالنهاية مدافعي الستي مدافعين ممتازين يعني ممكن يغلطوا ممكن تفلت منهم بس مش هتفلت من اثنين ومثال التعادل واضح جدا أنه دفاع الستي فيه بشكل كثير بس بدك تهدع على الكرة وتلعبوا مع بعض بدون مغامرات سوبرمان اللي كنا عم نشوفها بدقائق بالشوط الأول والثاني أيضا أنشلوتي حاول فكرة تكتيكية مهمة قبل ما يجي هدف التعادل حتى تعفل بيردي كان بيلينجهام بعد من نزل مودريتش يحاول يسقط في منطقة الجزاء خلف دفاع الستي وكأنه بيلعب مهاجم وفعليا كانت صداع لدفاع الستي ولو ما سجى الهدف خليني أحكي أنشلوتي هون كان يحاول أكثر في التبديلات كان يحاول أكثر تكتيكيا من جوارديولا اللي كان مرتاح لسيطرة الأمور وماشيها معاه بدون ما تنهار الفريق ليش؟ لأن جوارديولا وصلنا الدقيق 85 بدون أي تبديل ولولا الإصابات وإصابة فودين ربما ما بدل ولا تبديل زي ما شفنا وجوارديولا أصبحت هذه أسلوب عنده المباريات الكبيرة اللي بتكون ماشية ضمن مطاق مصلحته ما بيغامر ويغير ودائما كانت فلسفته أني ما بدي أغير شي يخرب المنظومة وفعليا من لحظة تبديل فودين لنهاية المباراة ما كان في شي إلا مجرد خيسميه ذاكرة المدريديين إنهم فريق بفوز باللحظات الأخيرة فكان في مبادرات لكن مش مدروسة ما كان في جمل حقيقية كان في عرضيات فيه كذا لكن بالنهاية فرض التعادل تعادل بقدر أحكي أنه الستي حكومة سعيد فيه لأنه الستي ملعب اليوم مباراة كبيرة سجل ثلاث أهداف من خارج منطقة الجزاء كل تزديد فيهم غير قبل الاتكرار في الإياب لو بدي لعب بهذه المستوى أيضا الفريق كان يعاني دفاعيا يعاني في خط الوسط يعاني حتى بخلق الهجمات يعني بثلاث خطوط الستي ما كان مرتاح لكن نتيجة إنه هذا الفريق حافظ إسلوبه عن غيب نتيجة إنه لعبته وصله من مخزون ثقة كبير جدا وإسمهم صار يخوف بالملعب خلينا نحكي طلعوا بالتعادل الريال لازم يندم على فترات تفوقه اللي كان لازم يحسب فيها الأمور هذا هو ملخصنا لمباراة اليوم مباراة الإياب جاي أكيد الستي عنده أفضلية الملعب فهو متعادل اليوم أكيد عنده هذه الأفضلية لكن اللي شاف الستي هالموسم وشاف دفاعه اليوم بيعرف إنه هذه الأفضلية ممكن ما يكون لها معنى إلا لما هذا الدفاع يرجع يدافع زي زمان بضغط ممتاز إن الأمام يمنع هالدفاع اللي شوي بطيء الارتداد يتعرض لك وارث وبنوصلهم لنهاية هذا الفيديو كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر إستغرام وتيك توك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى